اشتركوا في القناة اي اللي هو الـQualifiers وراه راح ناخذي الـPrepositions حروف الجار بعد عدنا الـDeterminators انه بعدين Pronouns وإلى آخر يعني موضوع يختلف عن الثاني موضوع يختلف عن الثاني الـChapter سهل الـChapter سهل بس يحتاج شوي تركيز عدنا أول شيء اي اللي هي الـQualifiers شين معنى الـQualifiers راح نطيقكم مثال بسيط راح نفهم الـQualifiers الشنين من نقول هذا الكتاب كلش مفيد أو من نقول هذا الكتاب مفيد شين نختلف بيناتهم فقط ضفت يعني كلمة كلش صح؟ هذا الكتاب مفيد هذا الكتاب كلش مفيد فهاي كلش مو أنطة يعني معنى أضافي المن لكلمة مفيد هذا الكتاب مفيد هذا الكتاب كلش مفيد فهاي الكلمات هذا الكتاب مفيد هذا الكتاب مفيد كما تكون في المنزل قبل مفيد أو مفيد كما تظهر ب المنزل قبل الصفات والظروفة يعني ما تقبل الاسم وقبل الفعل وإلى آخره أي نكتبوا الموحلة الثانية يقلوا لكم يا بذنك ولا فايرز إيجا فقط قبل الصفات وظروفة ظنيابة أمثلة ذنيها الأمثلة عندك good صفة وسكيلفولي ظرف هاي الفراغ اللي قبلهن لازم نخلي بيك والفاير شوفوا الجملة الأولى يقول The dinner was فراغ good The performed لدى فراغ سكيلفولي يعني بمهارة هو شكال لك جوه هو حالك إياها يقلك يعني Thus it is evident that words like very and rather are qualifiers يقول very و rather ذن نعتبر هن qualifiers يابا وين ها very و rather هن نذني احنا لازم نخليهم بالفارج فأقول هنان very وهنان شرح تكتب rather شلون rather إجت قبل الظروف و very قبل الصفة راح يسئلون very تجي مباشرة دائما يعني دائما قبل الصفة ما تجي قبل الظروف لا مو شرط أنت هسخ اللي ببالك very و rather than qualifiers يجي قبل الصفات وقبل الظروف ما لك علاقة very تجي وي الصفة أو الظروف والراثر نفسي حالا ما لك علاقة المهم very و rather than qualifiers يجي قبل الصفات وظروف فاذن الجملتين حفظنا على قلبك هاي الجملة تجي هنا very والجواها rather هاي الجملة تجي هناك هاي الجملة تجي هناك معلومات واضحا هاي معنى الموديفال يعني واضحا ينطن معلومات أكثر عن منو عن الكلمة اللي بعت المباشرة هاي وظيفة الكواليفاير and the word following the كواليفاير يقول والكلمات ذنني المباشرة بعد الكواليفاير هي very well rather شبين ذن الكلمات القدوة والسكيلفولي لاي قد انسكيلفولي ذنني نسمين الهيت ركيز نسمين الهيت شينو معنى الهيت انا اعتقد شرح لكم الهيت راعدة بشكل مختصر شكوا عبارة عبارة اسمية ضرفية عبارة الصفر عبارة فعلية كذا كذا تتكوون من كلمتين فمافوق انتم ما سمون حيثان تتكوون من كلمتين فمافوق مثلا من نقول very good very good هاي اجيكتايب لفريس عبارة صفر زيان اي انتم برأيكم وين الكلمة الاهم very good الكلمة الاهم ال good صح فالكلمة الاهم بالعبارة اسميها الهيت يعني هي الاهم ناخد مثال ثاني اوضح من نقول is writing يعني اكتو هاي عبارة فعلية بتكون الفعل مساعد وفعل رئيسي لو قلت لك وين الكلمة الاهم is the writing ايش راح تقلي writing صح هي بها المعنى هي بها المعنى فالwriting اقول عليها هي الهيت مو الفعل المساعد خلنا اخذ بعد مثال ثاني لو قلت مثلا ال red car هاي عبارة اسمية سيارة حمر وين الكلمة الاهم الكار السيارة فالكار قول عليها الهيت شفت طيلا فالعبارة اي عبارة عبارة اسمية ضرفية عبارة جرى مجروعة الاخره الكلمة الاهم اسميها الهيت خافوا حد لكم شين الهيت قلوا لهو الكلمة الاهم بالعبارة يعني بينوا هذي شي الاخره فهنانا من هنا نقول بهاي الجملة very وهناك النار ذني عبارات هاي الاولى very good adjectival phrase عبارة صفة وهي rather skillfully add variable phrase يعني عبارة ضرفية هاي العبارة الصفة very good وين الكلمة الاهم good بالتالي good هو الهيت هو الكلمة الاهم rather skillfully عبارة ضرفية وين الكلمة الاهم skillfully اللي هو الظرف فهذا يعتبر الهيت هاي خافوا حيسألكم بها شنو هو الهيت او ممكن الدكتوري تجيب لنا مثال تقلي rather skillfully rather هي الهيت نقولها لا غلط skillfully هي الهيت الكلمة الاهم بالعبارة هي تكون الهيت مو ال rather rather than equal fire ها العلاقة من هنا هاي الفكرة ما الهيت خنكمل هسا الموضوع معنا نصعد هنا معدنا هذا المثال شيري معدنا يقول يا بأ underline the qualifiers يقول يا بأ أنا مطيق جمل هاي الجمل تحت وعلى qualifiers ممكن very وال rather هو السفوق مطينا فقط very وال rather هنا رح نشوف ذنني هواي إن حفظا كما هن بعد in each blank يقول بكل فراغ indicate whether the qualifier modifies in adjective or in adverb يقول يا بأ انت هنا ملاح تخلي خط على ال qualifier بالجمل a بالفرق شريد منك تقلي إنه هذا ال qualifier شنو الكلمة اللي بعده إذا صفه اكتب لي aj adjectival أو adjective adjective وإذا كانت الكلمة اللي بعد ال qualifier ضرف اكتب لي adverb يعني شلون الجملة الأولى this is very kind of you وين ال qualifier ال very صح؟ أخلي عليه خط هذا الشرط الأول حليتها من السؤال السؤال الثاني يقولي الكلمة اللي بعد ال very أو اللي بعد ال qualifier إذا صفه اكتب aj بالفراغ إذا ظرف اكتب av بالفراغ هناك كاينت صفه فاكتب هنا بالفراغ aj جملة جملة الثانية يقول it is too hot in this classroom أجي وين ال qualifier اللي هو 2 شنو هذا 2 حددت آني حددت بعد ال qualifier اللي هي بعد ال 2 إجاني hot ال hot صفه لو ظروف صفه أكتب هنا مقابلها aj شوفي طلاب هنا بالفراغ أكتب فقط aj أو av بالنسبة للمن للكلمة المباشرة صيرة بعد يا هو بعد ال qualifier راح السلون أنا شون أعرف ال qualifier هنا ذن طلاب الحظ كما هن يعني ال very التو الكوايت إنك بعد يا هي صاموات وعندك rather ذنين حفظا كما هن فلا تجي مثال رابعة مارين ووز صاموات أنهبي صاموات حدث علي خطانة قلت يا بهاي منو ال qualifier بعتش إجاني أنهبي صفه أكتب aj مقابلها بينما الثالث كما هن تجيب تجيب مقابلها في الثالث اجي كوايت جران خط ال qualifier بعتش جاني كلمة بيها al y يعني ظروف بكتب av مقابلها هنا av ها بنسبة هذا التمرين ال qualifier سينحفظا كما هن جروا عن انخط وحفظوهن very too quite somewhat وكذلك رابع ممكن دكتورة اتغير الجملة بس ما تغير ال qualifier وقل لك يا بي وين ال qualifier في هذه الجملة قل هي abrader او to او 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 ال هذا التمرين كمانا هسا هو هنان قال يا بي ال qualifier انت شفتهن ويجاني قبل الصفة او ظروف حلو وقلنا وظيفة شنو ال function ما التطلاب ال function ال وظيفة مال qualifier شنية to modify يعني يوضح اكثر ينطينا معلومات اكثر ينطينا معلومات عن شنو عن كلمة على الكلمة اللي بعد مباشرة اللي ممكن تكون صفة او ظروف هاي وظيفة ال qualifier اي يقول يا با هذا ال qualifier مو لمن to quite too very high شنية يقول ال qualifier ممكن يكون اسم ممكن يكون يعني فعل ممكن يكون ظروف ممكن يكون صفة يا با شون هذا الحج شوف له هذا الجملة شوف عندك هنا نهاي هنا كاتب لك هو noun يعني يعني ال qualifier هاي الجملة رح ال qualifier هاي جملة رح يكون فعل خلينا نجي مثل لها سنشوف الجملة الأولى ال table كان فقط مقر مقر الطاولة كان يعني عريضة بمقدار بسيط يعني انجات أو كذا هيتش اللي هو عريضة بمقدار اللي هو الانشيز الانشيز يعني شون البوسات أو كذا يعني شون ما نقول احنا لقياس العرب هيتش فالانشيز هنان اسم صح هذا الاسم ايجي بعد شنو white adjective adjective فالانشيز هي بالأصر شكانت ركز طلاب اسم لولا اسم ولكن وظيفته شنية هنا صارت اعيدها ركزولي بدني جملة مهمات الدكتور لازم تجيب مني رح تجيب لك الدكتور جملة بس تطلب منك مطالب مال أكثر من شابتر شلون بهاي الجملة the table was only انشيز وايد تقل كاب كلمة انشيز شن الفورم مال هالشكل الفورم وشني الفونكشن مالتها انت رح تصوين هنا الفوم طلاب معناه جماعة الفارس أوف سبيتش اخذناها الاسماء الصفات الظروف الآذير سقول ان الفلكت وز فانش اذا قاد لك شن الفوم مال هاي الكلمة يعني شن الشكل مال هاي الكلمة قل هن اسم زين من تقل لك الفونكشن الوظيفة مالتها او تقل لك شن structure class اذا تقل لك structure class او الفونكشن الوظيفة نفس الاجابة شن هو اقول qualify ما يحتاج اقول اقول qualify اقول اخو مثال ثاني على موض اصر اوضح اكثر شوف لين هنا ال verb هو كاتب يعني ال يعني the water الم يعني يقول هو حار ولكن هنا خلى كلمة boiling معناها يغلي فهنا يغلي انطت معنى اكثر المن للهوت الحرارة مال مياه انه جاي يغلي فبويل هنا شكل علي هي طلاب ركز boiling اذا اجي بعث شكل hot صفل ولا صفل حلو رح تسألني دكتور تقل boiling انطين الفوم مال الشكل وانطيني الفونكشن او structure مال الفوم الذكر انا chapter 12 من اسمع او اشوف كلمة form الشكل f o r m الذكر انا chapter 12 من اشوف structure class او function الذكر chapter 13 حسا مادام قاتل فوم مال هاي الكلمة boiling اجي كلمة بها اجي يعني فعل اقول الفوم مال او الشكل هو verb فعل شين الوظيفة function او structure class من هاي الكلمة اقول هاي qualify qualify لانطت معلومات اكثر عن الصفة اللي بعد تعالي جوه adjective ما يدريس يقول فستاني سيم زيبدو لايتر بلو ذان يورز يعني يقول انه البنية هاي تقول انه فستاني انا صديقتها صير شبي يعني ازرق فاتح من الفستان اللي انت عندج ممكن اتنين مش ثلاث فستان ازرق بس هاي البنية اللي جايد يحتي فستان يكون فاتح اكثر من زميلتها اي فاجي لايتر هو مسويها ما الاطلاب بعتها blue لون صفة حلو لايتر شبيه هنا مو ER صح الو لا وهي light صفة وخذ الشكل المقارن ER lighter فهي lighter adjective الفوم ما لها لو جابت الدكتورة هاي الجملة قالت شين الفوم ما لها الشكل اتذكر قلت لكم شابط 12 الكلمة اللي تاخذ ER قلنا شاكل عليها صفة adjective شين الفنكشن وظيفة مالتها او شين structure مال هاي التلمة اقول qualify الجملة الاخيرة ادفر بيقول كلمة fairly بعتها well ظرف على فكرة الويل اج ان الفير لي قالت لي شين الفوم مال هي اج الفوم ما شابط 12 مادام كلمة متاه ب ال وي اذا اقول ادفر هذا كما الفوم الشكل اروح الفنكشن الوظيفة او structure class مال هاي الكلمة شاكل عليها qualify شنون يعني الفنكشن او structure class ما الكلمات كلها شنو qualify ما جاي تغير بينما جاي تغير شنو بس الفوم الشكل مرة verb مرة adjective مرة 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 adjective مرة مرة نعم ذن الجملة نحظل كما هم جاي تغير لك الجملة هاي يو دفير دو الويل يقلك فيرلي شنو ان adjective ان فوم هي صفة بالشكل ما لها ان ادج كتف هي صفة وين ان فوم بالشكل غلط مو صفة هي ظرف بالشكل فهنا ركز هنا جملة الثانية the water is boiling hot تقلك boiling شبيه اي زانا وين هي اسم inform بالشكل اقل لا غلط هي فعل بالشكل فهاي ركز بها الجملة طلاب مهمات بشكل الفنكشن او structure class ما جاي تغير بالكلمات كلها qualifier الجاي تغير عندي فقط هو الفوم بالجملة الاول قلنا الان جي تكون اسم الثانية boiling verb الثالثة lighter adjective واللي بعث فيه adverb بس دين حافظ جملة كما هن عدنا هنا بهذا التبني شنو طلاب منطينا كلمات مائلة بكل جملة هاي الكلمة المائلة يقل شنو نوح الفوم ما له الشكل هاي شوف هو كاتب لك هنا الفوم class شتذكر انت هنا انت منشوف كلمة فوم اتذكر شاتر 12 بس شاتر 12 ذكر اسم صفة ظروف افعال و ان ان فتتت و زين هو هنا كاتب لك طلاب شوف كاتب لك ان يعني noun اسم v يعني verb فعل aj adjective اتذكر صفة adverb u w هذين اشي يجبني عندك يا بي يقول لك يا بي اذن كلمات المالة بكل جملة اكتب لنوح اذا كانت اسم اكتب لبل فراغ لمقابلة n كانت فعل اكتب لبل فراغ لمقابلة v و الاخر نفس يعني الحل هذا و كلمات بسيطة يعني هذا التمرين ينحل على اساس على اساس شابتر 12 اسم صفة ظروف افعال عدنا اول وحدة اللي هي you are too kind انا ما العلاقة بالكلمة اللي بعتها و اللي قبلها فقط الكلام ما tänker هذا التمرين قدتكم راح يتعامل ويا ويتشاتر 12 يعني كأنما هذا التمرين موجود بيتشاتر 12 اتو هايش اعتبرها هاي اتو احتبورها un افكت واس فاكتب المقابلة فاكتب الفراغ لمقابلها شينا و و و بعت با فأكتب مقابل الفراغ A-V-Other هنا إذن فريزنغ فعل B-ING فأقول فا V أكتب V الرابعة يعني شي يقول لك بالرابعة The bottle is bone bone اللي هو اسم أكتب M بالفراغ اللي مقابلها نفسي حالة طلاب طبقون ويبقية النقاط أنا مداخذة النقاط نفسي الفكرة فقط الكلمة المائلة أكتب نوحة شينية اسم صفة ظروف فعل أنا فكتب نوحة هو الحلم موجود بالنهاية للكتاب اللي بعاتها طلاب عندنا هنانا يقول أكوا عندنا كوالا فايرس ركز الطلاب هنا رح يصر عندنا جانب حفظ شلون هذا جانب حفظ ركز الكوالا فايرس يعني شي يقول لك احنا مستعقلنا الكوالا فايرس ممكن يكون صفة صح من قلنا لا يتربلو دانيونس بهاي الجملة اللي حتناها ممكن يكون صفة أي شو تحفظون انتم طلاب هاي بريتي جميل تجويل مايتي فاين جالي هوت كريت بيغ فول ويل ديت رايت كل كلمة تجويل تاني مباشرة يعني شلون لو قال لك فول رايت نقولها غلط ما يصير إلا ديت رايت هو يعني عازلة كل كلمتين فارزة كل كلمتين فارزة هتش يعني فول الويل كريت الويل بيغ جالي أشدك أشدك المكان و الفجر المكان و التجارة المكان التجارة و الفجر ثلاثة مع الأفضل المكان سatta جواب و verschفى المترجم الآن ثم أيضاً يعتبران كوالفاير يعني ممكن يجي وراهن صفة أو ضرف عادي عادي اللي بعته عادتن ذنة جملةين طلاب I feel much good I feel very better الجملةين غلط نخلي علامة النجمة هنا مقابيل شوف هاي لي اش غلط I feel I feel صح ما بيهن شي القد والبتر ما بيهن شي بس الاختلاف وين بالمتش والفري ذنة اللي هنا كوالفاير ليش ذنة غلط احنا مساعة مو قلنا الفري والقود مو مساعة يعني أقصد ذنة جمال ما لقيت يقود وهاي لأ في بداية الموضوع كنا الفري في جوي القود فهنا جايب هم خلي هو يامو البتر اقول غلط شتو نصح هاي الجملة I feel very good I feel much better يعني مجرد المتش خليها بالجملة الثانية والفري بالجملة الأولى هذا حل النقطين ذنية خاف جبك الدكتورة ذنة جمال تقول لك شون أصحح أنت فقط حول قال هاي الجملة تجوي القود والماتش هو البتر بعد شعدنا هنا طلاب هذا التمرين طلاب راح تتركه لكم الدكتورة تارك تارك راح تتركه لكم تروح المن إلى موضوع الـ حروف الجوة حس طلاب موضوع الـ كم منه كنا مكهي جن قبل الصفات أو الظروفة وهذا الـ ممكن يكون اسم ممكن فعيل ممكن صفة ممكن ظروف ما العلاقة ماشيق ماذا وضيفة أو الصفات هي قولف نقطة راسط هذا كم لعدنا لقولف محبت حسنا نجي من البراغ حروف الجوة حروف الجوة اول شي يقول هو حروف الجوة يعني ما يحتاج يقول جورج ساتت بين two dance جورج جامت on it جورج وين to this to المترجم للقناة 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 هذه الثلاثة لك موسيقى 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 الرياضة الصور الصور الضهر هناك عنف عزت لكني يمكنناه التخليم القفا الرياضة المترجم للقناة 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 قلت لك they went inside قلت لك hi inside سوي لي حرف الجر شو سو أنت قلت لك they went inside the house بذن الجمل مرة جيب لك الدكتورة المفعول به ما هو قلت لك سوي لي حرف الجر يعني up or inside سوي لي هنا حرف الجر شو تسوي فقط تضيف مفعول به بعد up or inside أو لا هي تجيب لك الجملة طبيعية حرف الجر موجود قلت لك هذا حرف الجر سوي لي هذا ظروف شو سو أنت فقط تحدث الكلمات اللي بعد حرف الجر على ما يصير ظرف آه بس اللي هنا هم ما يسمونها الفنكشن الوظيفة مالتة يكون يا با كحرف الجر حقيقي أو أدفيربيل ظرف هنا أنا عندك بهذا التمرين underline the prepositions once يقول يا با حرف الجر جر عليها خط آه أدفيربيل ثم والظرف خطين شو سو أنت مثلا الجمل أولي the swimmers ويتد بلو هذا بلو هذا بلو هذا بلو هذا بلو هذا بلو أجي أكبر أمفعل به لا إذن هذا احتبر أدفيربيل أجر علي خطين جمل اللي بعدها جمل اللي بعدها the swimmers ويتد بلو خطين هسم بالمثال الأول بلو إيضاулنا ظرفيا ليش لماكن كلما باعتها أي ماكن مفعول Apply إلجعها بلو إننا حرف جر ليش وخلينا خط واحد لين باعتها جاني مفعول به نفس الحالة الجمل اللي باعتها نفس الحالة هنا نير حرف الجر ما إيجاه بعدеше مفعول به إذن أعتبر ظرفيها نخطين هنا جون بلو عندما ييجي حرف الجر أقول هذا حرف جر يمتع عندما يجيني بعده كلمة أي مفؤول به ويمتقل علي ظروف عندما يجيني في نهاية الجملة وما ويا أي كلمة بعدها طلاب عندنا ذلك حروف الجر هس حروف الجر كمناهم اللي بيها مقطع واحد قلنا المونو سلمون واللي بيها مقطعين قلنا توسل و بلقي أكون نوع جديد بالنسبة لكم اللي هو كلمة يعني فعل هو بالأصل باين جي هاي الكلمة اللي بيها آين جي يقول حرف جر شلون ياابه هذا شوية مهم ركزوا بي وسهل يقول ياابه أكو عندنا آين جي بريبزيشنز أكو كلمات بيها آين جي وذين الكلمات السهمين تار حرف جر وين الكلمات ذين يندخن كما هنه لازم تجيكم جملة من عدهم أسيومين بيجنين والبيرن كونسيرنين كونسيدورن سكسيدين ورغاردن بياندن انفولين وكذلك 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 كلمات نحنظا كما هنه ذني دكتور شرح اجيبك الجملة بطيك جملة وتقلك استخرج لحروف الجر هسا واحد يجي قبل أوف وفور وفوروم ذني استخرج بس شي تسوي بالجملة راح تخليك واحد من ذنين الكلمات لذا بش راح تسوي كلمة بها آين جي عبالة فعل يهملها لهيد دكتور جابتك الجملة في سبيل استخرج هذين الكلمات فهذين الكلمات كلهن حروف الجر لو شرح لن يسأل لا ي initiated تقلع لغزانهم بالتقلع لغزانك سيكون لغزانهم لن يسأل ستجد بطاعة معينة هذا معينة حرف الجر وصل معينة تنطلع لغزانهم تنطلع لغزانهم بس كاملع لغزانهم تنطلع لغزانهم المترجم للقناة 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 خط أما الكلمات اللي تقولها فعل تجر عليها خطين شوف الجملة الأولى من أقول بيرنج أكسدنس شا قول عليها شوف طلاب خنا وضح لكم السال فون تقوم يعني شون ما نقول ملاحظة بسيطة راح تعرفون الكلمة هاي فعلية لو حرف الجر بدون ما تحفظون ذلك كلمات هاي الكلمة أو الفعل ذا باين جي غير لازم قادم من جماعة البي على ما يكون مستمر مثل إزو آر و آموز و وير بي 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 هج من جماعة البي في سبيل يكون استمراري صح لو لا أي إذا لقيتوا قبل الكلمة اللي بيها آين جي من جماعة البي دوب الله تقولوا هاي الكلمة يعني فعلية يعني فعل وليس حرف الجر فجروا خطين مباشرة نطيني مثال يعني خلنروح مثلا هسي الثالثة إحنا الثانية موقعنا الفالوينج حرف جر ليش لأن من ذلك كلمات اللي موجودة صح أي بس شو هنانا بنقطة الثالثة إيقوش شي إز أونلي فالوينج هير أوردرس أفتر أول الفالوينج هنا شح تبرها تبرها فعلية جر خطين ليش هنا جريت خطين وهناك بتجوم لذي تش اللي هي اللي الثاني جريت خط واحد ليش طلا شوفوا بتجوم لثالث الفالوينج قبله شي جاني أونلي اللي هاي ما لعلقة بي اللي قبلها إز جماعة اللي بي إذا الكلمة اللي بيها آينجي إجا قبلها من جماعة اللي بي ركزو حتى وإن كانت من ذنيت مجموعة تلقيت عني حرف جر اعتبر هاي الكلمة اللي بيها آينجي فعلية يمتر إذا هاي الكلمة اللي بيها آينجي إجا قبلها في جماعة اللي بي من جماعة اللي بي معيتها الكلمات اللي إحنا مساحة هنا عنها ذنيت مجموعة قلنا ذنيت منيجن اقول هاي الانجي بالكلمة هاي حرب جر صح اي ولكن هاي القاعدة يم تتنكسر اذا هاي الكلمة او اي كلمة بها انجي اجي قابلها من جماعة تلبي از وار واموز وير بي وبين 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 ذني قبل اقول هاي الكلمة بها انجي مو حرب جر وانما فعل راح يسئلون مباشرة يعني هاي مثل فلونت مباشرة هنا لازم يجي جماعة تلبي مو شرط ممكن يجي هاي ظرف ما لا علاقة بها انا ممكن يجي او ما يجي هذا اوبشنال ما لا علاقة بها انا الظرف راح تلقم ممكن مباشرة بعد الكلمة بها انجي او قبلها بكلمة هنا من جماعة تلبي شون هاسل فالوانج فلذلك قدت الفالوانج انا فعلية هاي قبلها جماعة تلبي شلون اي شوف الرابعة نار راح تسأل عندك بالرابعة والخامسة ماي اي هاف اكونفرنس ريقاردن ماي اي اكسامناشن انتم رأيكم راقاردن هاي و راقاردن هاي و راقاردن هاي وين الفعلية و وين حرف الجر برأيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكو حرف الجر يعني تكون من جزئين مثل together with contrary to ahead of due to apart from with noun مع نغسط with noun with noun in account of money in account of with noun with noun with noun مع الاسم with noun in account of in spite of في حالة لطلاب على سبايت أوف على سبايت أوف على سبايت أوف تحذف لك الان و دي لك ان اكاونت او فقلها غلاب ماكوهيج تحذف الان تخلي اون اكاونت او فقلها غلاب مثل ما موجاتي نحفظا هذاني الجدوى لين كما هنين نحفظا ذا عندك هنا هذا التمرين طلاب اللي هو من أجي يقول اندرلاين الكمباوند مركب ذا يسموني على فكرة طلابية الحرف جر كمباوند مركب متكون متكلمتين فما فوق تت goog Ut进 الكمباوند المركبه أجي وينهن ly هي هي اهيت أوف vor الثاني ان أكاوند of list this this complicated البعض عندك بل w باي وي اوف ذنه بس مطلوبنك فقط تحديد حروف الجر بس حروف الجر تحدده نفسي حالة وين نقطة ساتة سابع ثامع تاسع عاشر هسه تمام الوضع حلو عندنا اخر شي طلاب اللي هي هاي الفقرة ركز هاي الفقرة يجيلك حرف الجر رح يجيني ترى مو فقط بجملة المثبته شا ابياسي غير يجيني شوف اول شي سمونا ريلايتف الوضع هذه العمل هاي الوضيفة ذات هاي الوضيفة ريلايتف الوضع شلو ما عرفتها Relative Close شوف طلاب إذا تجون هاي الجملة مثل تحللونها مو تقولون The Job لو وظيفة هاي Subject فاعل A شال هي شين في المهم صير فاعل ثاني يعني Relative Close طلاب راح تلقون Subject ثاني واحد يوم الثاني أنتم هسه ما ريتعمق بال Relative Close وتفاصيل الصعبة للأوامن بالثارفة الرابعة بالتفصيل ينوقف أنتم منها سهية بس هاي الجملة عدكم تلناقض فقط على هاي الجملة الشرح عندك فاعل وبصفة فاعل واحد يوم الثاني لا أكو أداة ربط بيناتهن أقصد أنت كذا هي تشو تتعبرها يقيت هنا ذات هو ذات مخليها بين قوسين يعني optional ممكن تلقاه ممكن لا أنت كأنما ذات ما موجود قتولي The Job He Worked At فاعل ثنيا ما ترهم إذا ما شوف فاعل ثنيا معناها عده Relative Close يعني جملة ثانية جملة بسط جملة فذي تجاب هاي يعتبرها جملة وهي وكتات جملة ثانية هاي يسمونه Relative Close إنه هو جملة ثانية اللي ممكن تكون بداية ذات يعني تلقاها بالجملة أو ما تلقاها عادي فهنانا بال Relative Close لقيت شنو حرف الجر هاي الفكرة ما لتاقلكنا Relative Close إنه حرف الجر ألقاوا بال Relative Close عندي هنا جملة ثانية قلك بال Passive راح نلقا موجود يعني جملة تركب مالتا Passive ولكن تلقا بيها حرف الجر The Job Had Been Tampered With نعم حرف الجر With والجملة هاي شبيهها Passive شو عرفتها الHat والBean وورا الBean فعل تصريف ثالث بED الجملة اللي بعتها Infinitive شين Infinitive يعني راح تلقى To وورا فعل مجرد من تلقى To وورا فعل مجرد لدقول هاي الجملة Infinitive Play Is Fun To Play With موجودة حرف الجر موجود ولكن الجملة هاي شكل عليه Infinitive ليش لقدتو ورا فعل مجرد يعني بال Infinitive أيضا عاد يستخدم حرف الجر اللي بعدها Exclamation اللي هو التعجب الجملة بتكون نهاية علامة تعجب حال حرف الجر ممكن يجيب البداية بواسط ماك وإشكال نال إنتي شوفونا موجود هذا حرف الجر اللي QW questions أي سؤال عادي ممكن نلقى بحرف الجر شلون يعني which room did you find it in هذا حرف الجر إجاب صيغة السؤال أيضا عادي set expressions تعابير ثابتة إذن ينحظن كما هنا تعابير ثابتة the world over ها التعابير الأول your objection not with standing ذني حرف الجر ترى l-over not with standing ذني تعابير إن سميين set expressions تعابير ثابتة يعني ذني هل نلقوهن كما هنا قال ذني تعابير بدون ما رحلهم الفصل هنا ذني تعابير يسمونهن set expressions with whom I was conferring whereas the doctor I was conferring with is informal شن معناها بالجملة الأولى لقيت حرف الجر e الحرف الجر بالجملة الأولى the doctor with whom I was conferring صير وين في نهاية الجملة أو لا بالجملة الأولى لا the doctor with في منتصف الجملة حلو يقول عندما يكون حرف الجر في منتصف الجملة أقول هاي الجملة شنية formal resume ولكن عندما يكون حرف الجر the doctor I was conferring with عندما يكون حرف الجر في نهاية الجملة أقول هاي هاي informal غير رسمية باحتمال التكتورة تجيب لك هاي الجملة او اي جملة ثانية تخلي لك حرف الجر في نهاية الجملة وتقول لك هاي formal رسمية او informal غير رسمية تجي انت اذا ما وجود حرف الجر في نهاية الجملة اقول informal مثل هاي المثال لقيت حرف الجر بالوسط اقول هاي formal رسمية واضح وعلى فكرة شوفنا هاي حد شي ما الفورمال وinform رسم وغير رسمي بالرابع راح يشوفون عكس هاد شي عكس انو احنا نمشي كالكتاب وحسب اراءه حرف الجر في نهاية الجملة informal غير رسمية في منتصف الجملة informal باسم هاي كمال عدنا طلاب الجزلة والخاص بشاتر 13 انتقي ان شاء الله في حلقة جديدة وصف الجزلة الثانية معالف سلام